اللي هي بتحس في تغير في طبيعة العلاقة بينها وبين جوزها تمام وبتبقى دايما تميل الى الصعوبة يعني يبقى دايما فيه ألم غالبية السيدات الحوامل يشتكوا من وجود وما كانش موجود قبل كده ولما حملت بدأت العلاقة تبقى مؤلمة أو بقيت أتعب أو أوقات ده ليه بيحصل أو تفسيره ايه تفسيره ان احنا عندنا هرمون الحمل اللي هو اسمه بروجستيرون ده بيضد الإستروجين يعني هو بيشتغل عكس الإستروجين الإستروجين هو هرمون الأنوسة هو الهرمون المسؤول عن التكيف الطبيعي اللي بيحصل أثناء الجميع عن الإفرازات الطبيعية اللي بتحدث أثناء الجميع فبتخلي العملية سهلة فوجود بروجستيرون عالي جدا بيضد هذا الإستروجين يعني ويلغي العمل بتاعه فمش هيبقى عندنا هذه الإفرازات الطبيعية فتأدي لصعوبة أثناء العلاقة وعلى حسن بقى درجة احتمال السيدة وبتفرق من سيدة الأخرى بس هو في الغالب بيبقى فيه شكوى متكررة عند معظم الحوامل إن هو العلاقة أثناء الحمل ما بقتش زي الأول أو بقت إن هي بقت تتعب منها دي شكوى شائعة جدا بنتغلب عليها إن احنا بنيدي حاجات ملينة يعني كريمات أو مراهم ملينة خارجية بتسهل موضوع إن احنا نعوض النقص في الإفراز الطبيعي موجود من المستحضرات الطبية حاجات شبيهة بتقوم بنفس الوظيفة بتاعته ده بيسهل جدا على الزوجة المشكلة دي وما بيخليهاش تتعب يعني أثناء الحمل طيب فيه جزئية برضو في الأسباب الأسباب اللي هي العضوية يمكن بيحصل لفترة انقطاع الطمس أو الدورة الشهرية بتقل بفترة من فترات في بعض سواء بشكل مرضي أو بشكل طبيعي اللي هو القص بالسل هنا ده فترة مهمة جدا في الست فيه طغيرات كبيرة جدا بتحصل في الست معظمها راجع إن هو المبيضين اللي هما كان بيحصل فيهم طبويد كل شهر تمام وقف هذا الطبويد أو بدأ يقل بنسبع جمدة جدا قبل ما يبدأ ينقطع خالص الطبويد لأنه عملية تدريجية يعني هي مش بيقف النهاردة كان فيه طبويد منتظم بكرة خلاص دخلنا انقطاع الطمس لا فيه فترة فيه ترانزيشن أو فترة انتقالية بين الطبيعي والانقطاع التام الفترة دي بيبدأ يقل فيها الطبويد وظيفة المبيض بتبدأ تقل الطبويد ده هو اللي بيطلع فترة وفترة بعد انقطاع الطمس طبعا بعد ما بيقف المبيض خالص عن العمل وبيقتل يطلع لنا الاستروجين رمون الانوسة بيبقى عندنا مشكلة نفس الفكرة بتاعة فترة الحمل انه هؤلاء الافرازات الطبيعية دي بتقل زائد ان الاستروجين هو مسؤول عن النمو وازاي الانسجة بتاعة السيدة كلها الجهاز التنسولي بتاعة الست بيبقى في حالة جيدة يعني غير الافرازات انقطاع الاستروجين بقى في السن ده كمان بيعمل لنا مشكلة انه هو بيضمر الانسجة بتضمر يعني بتبقى زيادة عن السيدات الحوامل اللي احنا كنا نشارك نفسه ايو اكتر طبعا المشكلة بتبقى اكتر طبعا وممكن تبقى هنا بقى مصاحبة بقى ألم فعلا شديدة جدا صعوبة شديدة جدا بيبدأ الست يعني وهنا المشاكل في الفترة دي غير فترة الحمل بيبقى اصلا الفترة دي السيدات عندهم يعني بيبقوا زعلانين وفيه ناس كتير بتاخدها ان هي يعني الكبرت وها 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 فبيبقى طبعا ده بيزود يعني لانا ما بقى تعب يتضيا نفسيا ويبقى فيه ألم غير لما بقى طبيعي وإحساسي بالألم بيفرق مع انه هو نفس المسبب فهم بيستقبلوا الألم بشكل مختلف بيتكبر عندهم جدا الألم زايد انه هو عضويا فعلا هو النسيج نفسه اقل من النسيج في فترة يعني السيدات الحوامل دولف أفضل فترات الطبوي دي الحمل بنصل غيربا في العشرينات والتنجينات اللي هو الاستروجين في اعلى مستوياته عند السيدات لكن في انقطاع الطمس طبعا النسيق كمان بيبقى ضعيف ممكن يبقى فيه يعني جروح او نزول دم او 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 ده طبعا بيستقبل بخوف شديد ورعب ووابا فهنا السيدات دول فقالا دي بتبقى مشكلة وساعتهم ما بيجوا يعني هي دي الشكوى بتاعتهم من هذا السن السن ده يعني بيجوا السيدات في السن ده بيشتكوا من حاجات كتيرة جدا يعني اللي هو الصهضة او الهوت فلاشز اللي بتطلع دي التعب بتاع العظم قلة النوم بيبقى في شوية ديبريشن او اكتئاب حاجات كتيرة جدا بيشتكوا بيها السيدات في هذا السن احد الشكاوي دي واللي ممكن تيجي لوحديها بس هي صعوبة في الجماعة يعني دي ممكن تبقى مشكلة بالنسبة للسيدات الكتار في الوقت ده ان هو العلاقة بقت مش طبيعية وان هي بقت مؤلمة جدا عن الاول يعني حصل تغير شديد جدا في طبيعة العلاقة تمام هل لو برضو بعض السيدات اللي هو بيبقى عندهم مشاكل ان الدورة الشهرية ما بتكونش منتظمة دي برضو ممكن يتعرضوا لنفس الامر ده في عملية العاصلة هو هنا اكتر حاجة بتخلي الدورة مش منتظمة هو وجود تكاييسات على المضايق في هذه الحالة احنا الاستروجين كذا نوع هي بيبقى عندها نوع قليل بس النوع التاني عالي جدا فبيظل محتفظين بوظيفة الاستروجين يعني ما بيروحش عندنا التأثير الطبيعي للاستروجين اصناع العلاقة ووظيفته موجودة والانسجة كويسة ما فيهش مشكلة فهم السيدات اللي عندهم لخبطة في الدورة الشهرية في الغالي ما بيقاش عندهم صعوبات في الجماعة غير لو فيه سبب تاني يعني زي ما قلنا فيه مثلا التهابات يعني مش بسبب ان الدورة ملخبطة هيبقى فيه صعوبة في الجماعة يعني هي هي هيبقى لو جدت شتكي هيبقى بسبب حاجة تانية وجود التهاب هي كانت والدة المرة اللي فاتت وفيه يعني النتبة الجرح مش معمول كويس جالها بعد كده مرض التبطن يعني ان هو مرض التبطن ده ممكن يعني هي ما بيبقاش عندها وبعد كده بيظهر لما هيبدأ يظهر هذا المرض هيبدأ الشكوى بتاعته ايه تباني بعد فترة من هو ما فيش مشكلة